اشتركوا في القناة فيارد تشاهدوا الفيديو للآخر وتدعموني بلايك والاشتراك بالقناة المادة الفعالة واللي بيعتمد عليها منتج ديفرين جيل اور كريم هي أدابلين بتركيز 1 من 10% مادة بتستخدم في الأساس لعلاج حب الشباب بشرتك بتعاني من حب شباب أو بشرة معرضة لحب الشباب فديفرين جيل هيكون من ضمن الاختيارات المناسبة لعلاج مشكلة حب الشباب بالبشرة الرؤوس السوداء بشرتك بتعاني من الرؤوس السوداء ويمكن متابعين كتير سألوني عن منتج فعال لعلاج الرؤوس السوداء اللي بتظهر بالوجه منتج ديفرين هيكون اختيار مناسب جدا فالرؤوس السوداء دي بتتكون بسبب تراكم إفرازات الدهون والزهم الزائد واللي بتفرزها البشرة داخل المسام خاصة البشرة الدهنية مع الوقت بتتعرض للأجسادة وبتسبب ظهور الرؤوس السوداء علشان كده ديفرين كمنتج فعال جدا في إذابة الدهون وتنظيف المسام من الزهم والدهون المتراكمة وبالتالي التخلص وعلاج الرؤوس السوداء محتاج منتج يجدد خلايا البشرة وطبقة الجلد الخارجية التخلص من الديد سكن أو الجلد الميت ديفرين هيكون منتج مناسب جدا لو بتستخدمي كريم أو منتج لعلاج التجاعد ومحتاج كريم أو منتج يصرع من النتائج ويعمل تجديد للبشرة والطبقة الجلد الخارجية فديفرين هيكون مناسب جدا أخيرا بما أن ديفرين منتج مقشر فبالتالي بيفيدنا في تفتيح البشرة هو طبعا مش منتج أساسي لتفتيح البشرة وعلاج الإسمرار والكلف لكن هو يعتبر خطوة من خطوات الروتيني اليومي التأهيلية للبشرة اللي بتعاني من تصبغات وكلف طريقة الاستخدام جلد ديفرين من ضمن الأصار الجانبية أو مفعوله أنه بيأشر البشرة فأحيانا بيسبب تحسس خاصة مع أصحاب البشرة الحساسة علشان كده بفضل استخدامه بطريقة تدريجية بمعنى هنستخدمه لمدة ساعة فقط مساء والمدة 3 أيام بعد كده لمدة ساعتين مساء قبل النوم والمدة 3 أيام تانين بعد كده لمدة 3 ساعات مساء قبل النوم والمدة 3 أيام وكأننا بنعمل اختبار وبنهيأ بشرتنا لاستخدام مقشر ديفرين بعدها نقدر نستخدمه يوميا مساء فقط وقبل النوم ونطرقه للصباح طبعا كل ده بعد تنظيف البشرة بغسول مناسب حلقة كانت مراجعة للجل ديفرين يارب تكونوا استفدتوا من الحلقة وبتمنى دعمكم لايك وسبسكرايب وشير لي الفيديو تحياتي دكتور صيدلي طارق محمد عبد الله